موسيقى الآن نشرة الأخبار مع زينة جمول أهلا بكم إلى السادسة من الفلوجة والبداية بالعنوي موسيقى مناديالا إلى النجف الأطباء يواجهون الرصاص قاتل يهاجم دار طبيب النجفي ويقتل والدته التسعينية موسيقى دم شهيد اليوسفية يلتف حول عنق قاتله القوات الأمنية تطلق القبض عليه ومطالبات بمحاكمة تردع المنفلتين موسيقى ستوزع قبل الشهر الفضيل بخمسة أيام التجارة تشد المئذر وتعلن تجهيز السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك موسيقى موسيقى أهلا بكم إذن البداية من مسلسل استهداف الأطباء فبالأمس ديالا واليوم في النجف حيث استهدف هجوم مسلح منزل طبيب ما أسفر عن استشهاد والدته في حي المثنى وسط المدينة وذكر مراسلنا أن السيدة المغدورة هي والدة الدكتور قصور أطرحي البلغة من العمر التسعين عاما وكانت تجلس في حديقة منزلها أثناء الهجوم وتعرضت للقتل على يد المهاجم إلا أن صهرها كان متواجدا في ذات المنزل عند وقوع الحادث ليقوم بقتل المهاجم بدوره مراسلنا من النجف طاهر العساف ومن أمام منزل الطبيب النجفي المستهدف يروي لنا تفاصيل الهجوم الذي أسفر عن مقتل والدة الطبيب جريمة بشعة حدثت لهذا اليوم في محافظة النجف تحديدا عند الساعة العاشرة صباحا حيث قام أحد اللصوص باقتحام منزل الطبيب قسور الطريحي وأخته وطبيب أزهار الطريحي بعد أن اعترضته والدتهم قام بقتلها بواسطة سلاح ناري بعدها قام أحد أقارب المجنى عليها بسماع صوت الرصاص فخرج وقتل ذلك اللص وصلنا إلى مكان الحادث لحد هذه اللحظة القوات الأمنية متواجدة والقضاء يحقق فيها القضية ننتظر من قيادة الشرطة المحافظة أن تزودنا بقية تفاصيل الحادثة في بغداد شيع الألاف من أبناء منطقة اليوسفية جنوبية العاصمة جثمان الشاب الشهيد الذي قتل على يد منتسب في إحدى السيطرات وذكر المشيعون من أقارب الشهيد أن منتسبا في الجيش العراقي في إحدى سيطرات اليوسفية أوقف شابا من عشيرات القراغول كان عائدا من المستشفى ثم أرداه قتيلا أمام أنظار والدته وأطفاله الذين كانوا معه في السيارة الحادثة أنه المجنى علي الله يرحمه كان مدولة الدكتور ورجح حتى بيدها الكانونة وقف أبو السيطرة وبعدها نعتدى علي ومن ثم أم توسلت به وإيا أطفال توسلت به بدون أي رحمة بدون أي شبقة لازم عائل نفذ على القدم والدته والدته تتوسل به تتوسل به وأطفاله موجودين يبتون بدون أي رحمة هو وإلى زميل ثاني موجود وإياه بنفس السيطرة والذي قتله على ما أعتقد هو ملابس مدنية يعني مو بزي عسكري مو بالواجب مو بالواجب يعني كل إنسان هسه ملابس مدنية يقتل إنسان ثاني وين القانون إحنا أبناء اليوسفين هنا ومنها عشار القراغول منطقة آمنة مستبدل أمن مية بالمية ماكو أي خرق أمني مجرد هذه الفترة القليلة يصبح هذا الحادث وهذا الحادث تشوفون المشيحين من كل أبناء العشار الموجودة ومساندين لأبناء عشرة القراغول منطقة آمنة مية بالمية وبناء القراغول ناس مشالمين هذا وأوقفت الأجهزة الأمنية جنديا وفتحت تحقيقا عاجلا على خلفية قتله مواطنا في منطقة اليوسفية ببغداد ليلة أمس السبت وأكد بيان لخلية الإعلام الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة وجهت وفدا من قيادة عمليات بغداد والقاضة والضباط لتقديم العزاء والمواساة إلى ذوي المواطن في سياق أمني آخر عثرت الأجهزات الأمنية على ثلاث جثث لرعاة أغنام فيما اغتيل شاب عشريني غربية محافظة نينوى وفتحت الجهات المعنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وأضاف مصدر أمني أن القوات الأمنية عثرت على جثث الرعاة الثلاثة قرب مجمع خان صور في سنجار غرب الموصل عليها آثار طلقات نارية وأشار المصدر إلى حادث منفصل أفاد باغتيال مسلحين مجهولين شابا يبلغ من العمر 22 عاما بعد خروجه لصلاة الظهر في جامع المتقي بقضاء البعاج غربي المحافظة في الأنبار استشهد أربعة من مقاتلي الحشد العشائري بهجوم شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الخضاء التابعة لقضاء هيت غربية محافظة الأنبار وأفاد مراسل الفلوجة في المحافظة أن مقر السرية الثالثة للفوج الثاني باللواء السابع والخمسين للحشد تعرض لهجوم عنيف شنه إرهابي داعش خضاء فيها مقاتلو حشد العشائر اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين ما أسفر عن استشهاد أربعة من مقاتلي الحشد بينهم ضابط برتبة مقدم بدوره أكد سعود المشهداني مستشار رئيس البرلمان أن الهجوم الإرهابي الأخير قرب قضاء هيت جاء بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها التنظيم الإرهابي على يد القوات الأمنية استيقظنا صباح هذا اليوم على خبر حادث إرهابي مؤسف ذهب ضحيته أربعة من أفراد وعناصر حشد العشائري على يد زمر إرهابية في منطقة الخوضة الواقعة بين الحمدي وهيت هذه المنطقة هي منطقة مفتوحة على الصحراء وعناصر هذه النقطة الذين تم استهدافهم واكتشفوا قبل عشرة أيام مضافة لداعش ساهموا في قتل أحد عناصر داعش الإرهابي لذلك يعتقد الكثير أنه هذه هي محاولة للانتقام ومحاولة من هذه الجماعات الإرهابية محافظة الأنبار هي محافظة آمنة ومستقرة وهذه المحافظة نعرف أنها كبيرة وتمتدر مسافة 138 كلمة المربع وتحيط بها ثلاث دول وخمسة محافظات على الرغم من كبر المساحة لكن لا يكاد يكون حادث واحد في العام بعد أن كانت تعاني من ثلاثة إلى اثنين من الحوادث في نفس اليوم اليوم الحوادث قلت كثيرا وهذا جهد استخباري وأمني يحسب للقوات الأمنية بدورهم طالب مواطنون من محافظة الأنبار الجهات الأمنية بتكثيف الجهد الأمني والاستخباري والعمل على زيادة طلعات الطيران الحربي في أجواء صحراء المحافظة والقضاء على الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد تكرار الخروقات الأمنية التي تشهدها المحافظة أخيرا طبعا الخرق الذي صار بغرب محافظة الأنبار سيؤثر على الوضع الأمني داخل المدن المحررة ومدن المستقرة اليوم على القوات الأمنية بشأن عمليات عسكرية بصحراء المحافظة القضاء على عناصر الداعش المتواجدين في تلك المناطق اليوم نريد كاميرات حرارية جهد استخباراتي داخل عمق الصحراء حتى نقضع الخلايا المتواجدة نحن اليوم كمواطنين من محافظة الأنبار نشاهد الاستقرار الأمني بالمحافظة والأقضية والنواحي بعموم الأنبار لكن المشكلة الأساسية طالبنا بها مرارا وتكرارا نحن كمواطنين اليوم الصحراء الغربية تحتاج إلى جهد استخباري إلى طيران حربي إلى تنظيف الصحراء يعني هي خلايا بأقل عدد الأصابع نتمنى أن القوات الأمنية تكثف هذه الجهود وتنهي ملف داعش لأن ملل يومية نخسر يوم بديالة يوم بالأمبار يعني هذه الخروقات الأمنية لا متى تبقى هيج يعني نحن نتمنى اليوم الصحراء الغربية تعود مثل سابق المواطن يتنقل بين دولة وأخرى وأقضية بالليل يعني نتمنىها بصورة عامة أنه الأمان يستتبه بصورة عامة يعني الأمبار اليوم الاستقرار الأمني الحمد لله حملة أعمار لكن مشكلتنا الأساسية هي الصحراء الغربية تحتاج إلى جهد استخباري إلى تكثيف جهود من قبل الحكومة العراقية في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع العراقية استخراج رفات تسعة شهداء عراقيين ارتقوا خلال حرب الثماني سنوات مع إيران وقالت أن شهيدا واحدا معلوم الهوية وثمانية مجهولون أوضعت رفاتهم في مستودعات الحف وبحسب بيانا للوزارة فأن رفات الشهداء ستنقل إلى الطب العدلي في بغداد تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية بعد العثور عليها في قواطع عمليات البصرة وميسان وواسط وديالة وأضاف البيان أن عمليات الحفر المشتركة مع الجانب الإيراني للبحث عن المفقودين وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسفرت أيضا عن استخراج رفات تعود لـ 57 إيرانية منذ أكثر من عام وما زالت نحو 1200 عائلة أنبارية تقاصي مرارة الحياة نتيجة توقف رواتب ذوي الشهداء والجرحة بحجة التطقيق الأمني لترتفع الأصوات المطالبة بضرورة إمهاء هذه الأزمة تفاصيل أكثر في التقرير التالي على ما يبدو أن مشكلة ذوي الشهداء والجرحة في محافظة الأنبار لن تنتهي فما إن توقفت 4500 معاملة سابقة بحجة التزوير برزت مشكلة أخرى بتوقف 1200 معاملة منذ أكثر من عام لغرض إكمال الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمسائلة والعدالة ليبقى أصحاب هذه المعاملات بلا رواتب منذ ذلك الحين أنا أقول لك عندنا 1200 شهيد وجرية هذه المعاملات المستوفى الشروط اللي وقفوها من رمضان العام رمضان صار سنة عوائل الشهداء بدون أرزاق قطعة وأرزاقها شنه السبب ما تعرف أنت من وقفت هذه المعاملات على شنه استندت معاملتي بيها إشكال دز عليها حقق وياه إذا ثبت أنت أبو القانون اتخذ إجراءات وبأثر رجعي هذا حقك بس تجي وتوقف معاملات هاي الناس بدون أي دليل وبدون أي شيء هذا ظلم الله ما يقبل بي هاي العوائل وين تروع ويرى مهتمون ومن خلفهم مطالبات شعبية بضرورة التحرك من قبل الجهة المعنية في محافظة الأنبار لحل المعوقات التي تواجه ملف الشهداء والجرحى خصوصا إن الأنبار من أكثر المناطق المتضررة جراء الحروب المتكررة بين فترة وفترة تظهر معوقات من قبل مؤسسة الشهداء تعيق عمل المنظومة التي تعيد حقوق هذال الشهداء فبالتالي مدى يستلمون مسحقاتهم ولا يستلمون رواتبهم وكل مرة يتوقفون بأسباب واهية مطالباتنا وإلحاحنا على ممثلين محافظة الأنبار يا ممثلين أنتو اليوم الواجب عليكم أن تستعيدون حقوق أبناء محافظتكم إذا ما أنتو قعدتوا بمؤسسة الشهداء وجبتوا حقوق أبناء المحافظة فبالتالي نحن نبقى نعاني من هذه المشكلة من جانبهم جدد ذو الشهداء والجرحى مطالبهم بإنصافهم أسوة مع باقي المحافظات وإلغاء المساءلة والعدالة أو توقيعهم لتأخذات وإطلاق رواتبهم لحين إكمال الإجراءات الأمنية هناك تمييز بين المحافظات هذه المحافظة استثنونها من الموقف الأمني أما محافظة الأنبار لا لازم موقف أمني ومساءلة وعدالة وما زل ذو الشهداء والجرحى ينتظرون بصيص أمل لعل هذا العام يكون نهاية لمعاناتهم بصرف مستحقاتهم وإطلاق رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من سنة ونصفه من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يظهر تعنيف طفلين من قبل والدهما بالضرب الشديد وسيل من الشتائم إضافة إلى حرمانهم من النوم وذكر بيان لوزارة الداخلية أن القوات الأمنية اعتقلت والد الطفلين المعنفين الذين ظهروا في مقطع مصور بعد ساعات طويلة من البحث ووفقا لزوجة المتهم فأن والد الطفلين يعمل منتسبا في الشرطة الاتحادية وهو من متعاطي المخدرات هذا وسلمت القوات الأمنية والأطفال المعنفين إلى والدتهم وأكد الناطق باسم هيئة رعاية الطفولة العقيد عزيز ناصر متابعة وزارة الداخلية للقضية نشكر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونشكر وكالة الاستقبارات ونشكر الملاتب والضربات النساء هم هو ويانا ونشكر المعنفين ونشكر المعنفين ونشكر المعنفين في شأن آخر أعلنت وزارة النقل تسجيل هزة أرضية فجر اليوم الأحد في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار بقوة ثلاث درجات فاصلة ثلاثة وبينات تقرير هيئة الرصد الزلزلي في الوزارة أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة الثانية و47 دقيقة من فجر اليوم وكان مركزها في صحراء الرطبة غربية الأنبار وشعر بها المواطنون بشكل واضح دون تسجيل خسائر ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والالتزام بتوصيتها لا يقتصر العمل الإنساني على جانب معين لسيما إذا كان الإصرار والإرادة موجودين الشاب عبدالله الحلبوسي كرس وقته وجهده منذ خمس سنوات لتحقيق حلم الأيتام والفقراء بعدما أنجز أكثر من أربعين منزلا ووزعها على الأيتام مجانا ومن دون أي دعم حكومي تفاصيل قصة هذا الشاب نتابعها في التقرير التالي من مجرد خطة على الورق إلى أكبر مشروع لإيواء الأيتام في محافظة الأنبار هكذا يكافح الشاب عبدالله الفلوجي منذ خمس سنوات لتحقيق حلم قد يراه البعض صعب المنال من خلال جمعية خيرية لم تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار شهريا يتبرع بها ميسوروء الحال استطاع هذا الشاب أن يبني أربعين منزلا في الفلوجة ليوزعها على الفقراء مجانا كان تحدي كل الصعب أن نشتر هذه القطعة على الأرض تملك كل 15 مليون وتحدي أن نشترقها أكثر من 125 مليون لكن توكل عرب العالمين بعدما صليت صلاة الاستخارة حسيت أنه أطمئني بقلبي أنه الناس إن شاء الله ما رح تعوفني لغاية وهدفي أنه أسكن وغير حال هاي لأيتام اللي ساكنة بالهياكل غير حال هاي لأيتام اللي كل حلم أنه شون تدفع لي جاء الحمد لله وشكر مثل ما يشوفون العمل نطلق قدامنا خلال سنة كاملة قدرنا ننجز 30 بيت وإن شاء الله رح ننطلق بالبيت المرحلة الـ 40 بيت إذا الله أراد يقول عبد الله أن ابتسامة هؤلاء الأطفال لا تقدروا بثمن بعد أن توفرت لهم أبسط سبل العيش من خلال مشروعه الخيري مستذكرا قول الشاعر الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات مشروعي يمكن تقريبا رقم واحد محافظة الأنبار أنه انجزنا 40 دار مكان واحد وسلمناهم في سبيل الله مثل ما قاعد شوفون قدامكم هاي فرحة الأطفال هاي خنقولوا اللؤلؤ جوهرت المشروع كله أنه شون عائلة شانت هيكل انجزناهم ببيت مؤثث كامل وفرنا لهم الترفيه اللي هي الإلعاب ونشيد على يديهم إن شاء الله أنه يكملوا مدارس ونشيد على يديهم أنه يحفظوا كتاب الله عز وجل كذلك بأنه نالهم المسجد قريب على الموقع حتى يتعلموا قرآن والصلاة في رمضان إن شاء الله إيتام كنا تعبانين حيل بالهيجار وقاعدين جمعهم بس الحمد لله وشكر عبد الله النور منطر النبيت والحمد لله وشكر أسا قاعدين به ويعتبر هذا العمل الإنساني رسالة إلى أصحاب القرار من أجل انتشال الطبقات الفقيرة من واقعها وتوفير مقومات العيش لهم لا سيما أن العراق يحظى بميزانيات ضخمة منذ العام 2003 من محافظة الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة صحيا اشتكى أهالي الموصل سوء الواقع الصحي في المدينة مؤكدين أن المستشفيات متازالوا حتى الآن تفتقروا لأهم المقومات والحاجات الأساسية التي يحتاج إليها كل مريض وأوضح المواطنون أن الواقع الصحي في الموصل مترد افتخلوا مستشفياتها من أي علاج أو مستلزمات أساسية ما يدفع المواطنين إلى شراء العلاج من الصيدليات الخارجية وبأسعار لا يملك الفقراء ثمنها ويفاقم الحالة المرضية عند بعضهم وطلب مواطنون وزارة الصحة بالتدخل الفوري والنهوض بالواقع الصحي في مدينة ذاقت الأمرين ينسى علاجات أي علاج إذا كانوا نجيبه من بره أي علاج بالثنتين بالثلاثة يدزونك على خارج والصيدليات خارج ما شاء الله عليهم الغاط غاطين يضربونه هذا الشي صار عندنا بالموصل الفغير الله له ينسى أن يكون فغير داخل بالردات محتاجة عملية قام يخابر على فلان أعلان سأوله جمعيات على مد بس عملية أجهزة عمليات ماك صندة على مد عملية يشتريها من خارج على الحساب وخيط ما العملية يشتريها من خارج على الحساب شوف هذا هذا حتى الكفوف جبناها الله يشاهد حتى الكفوف اشتراها لله خبونا نطلع الشكر أجهزة نسون مستشفيات وشي خلينا نعونا العالم يسون حل مشكلتنا العملية مع التختي عدنا عملية صالها سموعين يومية يقول تعالوا يومية يقول تعالوا أجلوها لولا بفلوس شاهد سواها بس عمل مو بفلوس أنا أقول لك عدل بعدل والله العظيم ما عدها والله ما عدها ما قلت ما قلت ماذا ستسوي لها كم مجهد هذه لآبت نحن نظرهيش على الحالة ذي تعالوا بالسبعة وأول وحدة سويها جينا اليوم هم بالساعة السبعة للعسطرونس قالوا أكسجين ما ظل قالوا ما التقدير مع العلم الغراضة يذيعن هذا الغراض هذا خيط هذا خيط نجيب الخاص هذا خيط هذا نجيب مستشفى ما بيأزل كفوف ما العملية كله كامل هذا هذه هذه شبكة كفوف هاي الغراض كلها اشترتها على الحساب الخاص أعلنت وزارة التجارة جاهزية السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك مشيرة إلى أطلاقها قبل بداية الشهر الفضيل بخمسة أيام وأضافت أن مواد السلة الغذائية هي ذاتها التي توزع شهريا إلا أن هناك مقترحات لإضافة بعض المواد لها مثل البيض والدجاج مؤكدة الحاجة إلى موافقة رئاسة الوزراء لإضافة تلك المواد وأوضحت أن السلة الغذائية أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على أسعار المواد الغذائية اجتماع مهم خرج بنتائج إيجابية جمع وفد وزارة التجارة الاتحادية بوزارة تجارة الأقليم لتجاوز المشكلات والإخفاقات السابقة تقريرنا التالي يتحدث عن تفاصيل هذا اللقاء نتائج إيجابية مهمة ستطبق على أرض الواقع خلال الفترة القادمة خرجت باجتماعات مدير الشركات الثلاث في وزارة التجارة الاتحادية ووزارة التجارة والصناعة في الإقليم المتعلقة بتجارة الحبوب والحصة الغذائية وتصنيع الحبوب كانت الجلسة مفتوحة هناك أسئلة كبيرة فيما يتعلق بمواضيع كثيرة مواضيع السلة الغذائية طرح موضوع المستحقات فلاحين أقليم كردستان اللي تمت الموافقة عليها وتوزيحها إلى أقليم كردستان أيضا هناك أيضا كان موضوع فتح موضوع الحنطة وكيفية التزديد بتوجيه من السيد الوزير أثير لغريري بحل كافة المتعلقات والمعاوقات الخاصة بين وزارة التجارة في بغداد والمركز مع الأقليم تم حضور اليوم لعقد اجتماع تم وبرامة بعقليم مسؤولين في الأقليم والجهات المسؤولة في وزارة التجارة لحل هذه المتعوقات أبرزها هي كان مستحقات الموظفين وتعمل وزارة التجارة متمثلة بوزير هاتير الغريري بتجاوز الإخفاقات السابقة بإيصال مفردات البطاقة الغذائية كاملة إضافة إلى حسب موضوع عداد موظفي وزارة تجارة الإقليم وكيفية تسويق وتوزيع الحنطة المستوردة التي تأتي من أستراليا وكندا أفضل المناشئ العالمية حاولنا أن نبدأ بعملية جديدة من الأهلية جديدة لتنفيذ هذه المهمة إن شاء الله أسبوع القادم سننفذ هذه الآلية ونعالج كل المعوقات التي أمامنا وأطلقت وزارة التجارة المستحقات المالية لفلاحي إقليم كردستان للعامين 2015 و2016 وصدر تياح كبير فيما تسعى من خلال تلك الاجتماعات والزيارات لفتح أفاق جديدة من التعاون المشترك بين الوزارتين اجتماعات مكثفة بين وزارة التجارة الاتحادي ووزارة التجارة وصناعة إقليم كردستان بالتدليل جميع المشاكل والمعوقات التي تتعلق بالسلة الغذائية وتصدير وتسويق الحنطة ومستحقات فلاحي كردستان بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل دبلوماسيا وصل رئيس رئيس البرلمان محمد الحلبوس إلى مطار دمشق الدولي على رأس وفد اتحادات البرلمانات العربية المشاركة لدعم سوريا في مواجهة التداعيات الزلزال وتأتي هذه الزيارة بعد أعلان المجتمعين في مؤتمر البرلمانات العربية في بغداد تضمونهم مع سوريا وتشكيل وفد من الاتحاد البرلماني للتأكيد على دعمها واستمرار لتقديم الإمكانات اللازمة لها إضافة لتشجيدهم على ضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات وعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والأقليمية والدولية هذا وأكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني خلال استضافته الوفودة المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي أكد أن البلد مضن بقوة نحو عراق مستقل ومستقر ورحب السوداني بالوفود المشاركة مجددا توجه العراق نحو عقد الشركات التموية البناء وطويلة الأمد مع الأشقاء من أجل مواجهة التحديات وتحقيق مصالح الشعوب الشقيقة وأكد أن البلد مضن بقوة نحو عراق مستقل ومستقر وموحد ومزدهر بعد غياب استمر أربعة عقود عاد العراق بوصلة دبلوماسية للواجهة العربية من خلال فعاليات الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بغداد تقريرنا التالي يرصد تفاصيل هذه الفعالية تستقبل بغداد الوفود العربية وتديم زخمها الدبلوماسي لإنجاح فعاليات الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين وبعد غياب استمر لأربعة عقود عاد العراق بوصلة دبلوماسية للوجهة العربية بسم الله الرحمن الرحيم وهو يحتضن حوار الأشقاء تحت مظلة استقرار أمني وسياسي يتفق الجميع على دعمه بالإضافة إلى السيادة وأمور أخرى وجود البرلمانات العربية في العراق هذا نجاح للعراق بصراحة اليوم العراق أصبح مكان آمن وبلد مؤثر تتأثر به جميع الدول العربية وقوفه مع الدول العربية مكانته في الجامعة العربية إصرار على استقبال الوفود سواء كانت أجنبية أو عربية تهيئة الأجواء المناسبة لعقد هذه المؤتمرات طرح الرؤى والتعاون المشترك عودة العراق إلى محيط الإقليم ومحيط العربي كل هذه نجاحات يجب أن تستمر على دعمكم في أن يكون المؤتمر الرابع والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي برئاسة العراق مؤتمرة تعزز من صلابة قاعدة العراق الدبلوماسية وتديم عمق جذورها في بناء أسس ثابتة من العلاقات تقوم على أساس الشراكة ودعم الأمن والاستقرار للمنطقة يبتعد المؤتمر عن إطاره الروتيني ومن الممكن أن يكون نقطة انطلاق لبناء جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري مع التعافي الذي يشهده العراق والذي جعل منه مائدة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين يحتضن العراق البرلمانات العربية وهذه بالتأكيد ليس كما كان سابقا مؤتمرات البروتوكولية لأن هناك الحديث عن كثير من المواضيع الأمنية وموضوع الطاقة وموضوع الاقتصاد لأن اليوم الجميع يعاني من تردي الاقتصاد والعراق على اعتبار أنه بلد منتج للطاقة فهو يمثل حلقة مهمة في التوازنات فيما بين هذه الدول طولة حوار تتقارب في الأفكار والأهداف يخرج عنها بيان ختامي يحدد ثمار المؤتمر الذي تبدو مؤشراته إيجابية انعكست في وقت سابق من خلال المؤتمرات والقمم التي احتضنتها بغداد وأكدت خلالها سعي العراقي وجديته بالاندماج في محيطه العربي واستثمار فرص التقارب مع أشقائه على الحديد قناة الفلوج بغداد بهذا نأتي مشاهدنا إلى ختام نشرتنا ونذكركم بعنوينها من ديالا إلى النجف الأطباء يواجهون الرصاص قاتل يهاجم دار طبيب النجفي ويقتل والدته التسعينية موسيقى دم شهيد اليوسفية يلتف حول عنق قاتله القوات الأمنية تلق القبض عليه ومطالبات بمحاكمة تردع المنفلتين موسيقى لشهر رمضان المبارك للمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي لقناة الفلوجة على فيسبوك تويتر يوتيوب وانستغرام هذا ختم النشر إلى اللقاء